السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو نور ده ان شاء الله هنعمل فيه كده تجربة حية وعملية للبن البدرة وهل هتنجح معنا ولا لا هنقول كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيله وصحبيه في كل وقت وحين اول حاجة كده هنمشي على الخطوات زي ما اتقالت بالضبط اول حاجة انا جبت اللبن من عند اللبان طازة زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهولست حتى في شنطته انا هنا هعمل كيلو واحد من اللبان اه طبعا احنا بنجرب فادي اللبن بتاعنا زي ما انتم شايفين طازة كده هجيب الحلة بقى اللي انا هبدأ اغلي فيها اللبن خدوا بالكم ان هو ياخد وقت طويل شوية لحد ما يخرج اللبن بودرة وهقول لكم على النتيجة بمنتهى الامانة والصراحة تابعونا الاخر الفيديو انا هنا بجيب مصفة وبحط فيها منديل مطبخ وابدأ اصفي من خلالها اللبن طبعا اللبن جاي من عند الراجل فمتعبي فلازم نصفي كويس جدا جدا وبعد كده بتخلص من المنديل بالشكل ده كده في القمامة اعزاكم الله او لو عندك قماشة مطبخ عملاها مخصصة للمطبخ برضو صفي من خلالها اللبن ناخد بقى اللبن بتاعنا عشان نبدأ اني اغليه زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله اللبن بتاعي دسم جدا اللبن دسم ما شاء الله باشتته بخيره بكل حاجته يعني زي ما هو مش هشيل منه اي حاجة هيبدأ معايا اللبن يغلي اي دي في التقليب مستمر عشان ما يفرش مني على البوتجاز بمجرد ما بيبدأ كده يفور معايا بهدي النار جدا 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 وابدأ اقلب فيه كل ما يطلع معايا زي ما انتم شايفين كده اشيره منه على النار واديله تقليب عشان يرجع ينزل تاني وبعد كده ابدأ ارجع له النار تاني مع التقليب المستمر علشان خاطر اللبن ما يفرش وفي نفس الوقت ما تحرقش لاحظته هنا طبعا ان انا لقلت اللبن من حلة لحلة السبب ايه انه لازق في الحلة الاولانية فاضطريت اغده واصفيه بالمصفى زي ما انتم شايفين كده حطيت المصفى وصفيت اللبن عشان خاطر الحتة البني دي ما تبوزليش اللبن بتاعي وتشيطه بسرعة هنا مع مرور الوقت على نار هادية جدا والتقليب المستمر كل شوية اللبن بتاعي المياه اللي فيه بتتبخر وبيبدأ اللبن نفسه بيتركز تحت زي ما انتم شايفين كده شايفين كان الكمية كانت قد ايه ودلوقتي بقى تقد ايه مع مرور الوقت هيبدأ يقل اكتر واكتر طبعا انا عيني ما تغيبش عنه وفي نفس الوقت شغالة تقليب يعني ممكن تعملي حاجة جنب منه كده تختلي طبقيين تجاهزي حاجة بتاع ولكن ما تغيبش عنه ولا تغفى لي هفضل اقلب كده كل مدى بنزل على الاحراف واقلب اول بول اقلب علشان ما يشطش وما يلزقش زي ما حصل في الحلة الاولانية المعلقة الخشب والحلة التفال كويسين جدا جدا في انك تستخدميهم في عمل اللبن البدرة بصوا كل شوية بيتكسف اكتر البخار بتاعنا بيقل وبيتركز تحت شايفين بقى عامل ازاي هو بياخد وقت طويل شوية على البتاجاز عشان تبقوا عارفين يعني هبدأ انزل كل اللي بيطلع على الجناب ده انا بنزله اول باول ويبقلب بالشكل ده هنا خلاص كده قرى بيتقوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها بصوا بدأ كل السويل اللي فيه تتبخر ما عادش فيها اي حاجة بفضل اقلب كده زي ما انتم شايفين لحد ما بتتشكل معايا زي عجينة انا كده ماشي بالخطوات مظبوط جدا 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 خلاص كده تشكلت معايا حاجة شبه عجينة هتكونت مع بعضها كده في مكان اهو زي ما انتم شايفين كده هبدأ اسيبها تبرد شوية وبعد كده هفرش اه ورقة زبدة او شنطة او كيس اي حاجة يعني وهفرش عليه اللبن بتاعي وهسيبه ينشف تماما ويبرد خالص هجيب هنا معايا اربع معالق كبار من السكر طحنطوهم كده في الكبة وهنزل عليهم باللبن اللي احنا عملنا اه ده شكله مبدئيا يعني ده الشكل اللي انا توصلتله بعد ما عد اكتر من ساعتين على عميل اللبن اه على البتاجاز طبعا على نار هادية زي ما قلت كل ما اللبن يبدأ يرفع معنا بنوطي النار ونشيله عفوا النار كده كده وطي بنشيله ونقلب ونرده تاني للنار هادربه كده في الكبة في المطحنة دي كده المرحلة اللي هم قالوا عليها انه تدربيه مع السكر كده عشان تحصلي على لبن بودر ولكن للأسف هو ده اللي احنا تحصلنا عليه بالزبط زي ما انتم شايفين كده لا يمت للبن البودرة بأي صلاة حقيقي يعني مجهود وقت غاز فلوس تعب ارهاق كل ده عالفوزي وفي الآخر ما عملناش اللبن البودرة وهوريكم التجربة العملية ازاي انا قسم بالله العلي العظيم انا كده ماشي معاكم بمنتهى الامانة بمنتهى الضمير مفيش خطوة ابدا غفلتها عنكم غليت اللبن اولا يعني جبت اللبن عند اللبان طازة غليته باشطيته بخير وما شلتش منه اي حاجة وطيت النار عليه واشتغلت معاه مرحلة مرحلة سبته نشف بعد كده طحنته بالسكر البودرة مفيش اي نتيجة زي ما انتو شايفين حطيت كده معلقتين كبار طب نحط كمان معلقة وصبت عليهم الميا المغلية ولا الهوى التجربة دي كلها كده اول عن اخر طلع معايا بالصالة عن نبي كده مرتة مجففة مش لبن مرتة مجففة بصو بتروق ميا معكرة استحالة حد يشوف دي يقول ان ده لبن بودرة يعني نصيحة الواجه الله ما تحاوليش تجربي اتفرجي واستمتع بالفيديو وروحي فورا اشتري لبن البودرة لو هتستخدميه او بتحبيه يعني انا واحدة من الناس بنحب اللبن البودرة جدا عندنا هنا وبناتي مش بشربوا لبن الحليب قد ما بشربوا لبن البودر فقلت اجربه وكمان كنا راحين نسكندرية فقلت ما بنستغناش عنه في نسكافيه في حاجة بتاع فاعمل واخده معايا ولكن للأسف ضيعت وقت وضيعت مجهود وضيعت كيلو اللبن على الفاضي بصو انا حطيت اكتر من خمس او ست معالق في كباية مياه مغلية انه يطلع معايا يا مؤمنين لبن حد الله ما حصل زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده كان مصير الكباية الحلوة دي ان هي اترمت فما تجربوش يعني في حاجات كده معايا لوحد تتفرج عليها وما يحاولش يجربها عشان ما يضيعش وقت ويزعل في الآخر بصراحة بصوا عامل ازاي وهسيبه كمان ساعتين تلاتة قلت يعني يمكن لآخر لحظة ظن يخيب ويطلع تمام وانا ايه كده ان شاء الله بقى عملت انجاز وبتاع بصوا الشكله اصلا عامل ازاي مفيش مفيش ابدا ومدهن كده ولكنه سمين ما شاء الله وكان اللبن دسم جدا لو ريحة سامنة في ريحة سامنة بلدي في الموضوع في ريحة سامنة في ايدي مدهن كده مش لأ فنصيحة الوجه الله ما تجربوش تعملوا اللبن البدرة في البيت اشتروه افضل واوفر وارحم واطعم واجمل وكل حاجة بصوا عامل ازاي يعني مرتم مرتم رملة والله انا اخدت معايا اسكندرية وقلت هجربوه هناك لاني ما كانش عندي وقتنا وانا بفرومو كده كنت صبحة مسافرة الفجر فلما اخدت اسكندرية واحنا هناك بحاول اعمله بقى مع النسكافيه اتصدمت من النتيجة موردتش ارمي الكيس ربطتو وجبتو معايا زي ما هو قلت عشان اكمل الفيديو واوريهولكو شكله ايه بصوا نجرب مرة كمان ما عندناش مشاكل نفس القصة نفس القصة بصوا المياه مغلية يعني مش بردة ده اللبن البدرة العادي جماعة المياه البردة بتتحط عليه ببقى فلة فما تجربوش كده الفيديو بتاعنا خلص يا رب يكون عجبكم ونرداكم ما تنسوش لو لقى المرة تشوفوا القناة لايك واشتراك او سابسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان كل جديد ان شاء الله يوصلكو اللبن البدرة اللي قدامكو مش لبن بدرة دي مرتة بدرة وتمام ممكن ما ترميهوش وتستخدميه في عماية القرص يعني انا ما جربتش بصراحة يعني ولكن ممكن ما ترميش اللبن ممكن تستخدميها في عجن قرص طرية في قرص مبسوسة هتبقى افضل لو تحطت في قرص مبسوسة بحيث انك تبسيها كده مع السمن والزقيق ويخش في قلب بعض وانت ونصيبك بقى فتمام يعني بصوش هاكل عامل ازاي مياه متعكرة والله مياه معكرة مش لبن هو ريحته سمنة يعني لا ريحت لبن بودرة ولا طعم لبن بودرة ولا شكل لبن انا ما دقيتوش الله وكيلكم يعني الله وكيل لكن هو تجربة فشلة بجد تجربة فشلة زي بالزبط تجربة البرتمانات في المكارونا وفيه تجربة كمان انا عملتها في فيديو برضو قلتلكو عليها بمنتها الامانة مش فاكرة كانت ايه اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى قيل وصحبي اجمعين مش فاكرة بصراحة بس ان شاء الله اي فيديو هعمله طلع تمام كملتو معاك وقلتلكو النتيجة طلع وحش برضو هكمله وقللكو على النتيجة علشان محدش ابدا ياخد التجربة ويرجع يخسر وقت وفلوس ومجود الحاجات بتبقى طبعا اكيد غالية والناس كلها كل واحد على الدظروف وبيمشي فمش هنخسر بعد حتى لو جنيه وزي ما انتو شايفين احنا مشينا مع بعض على الخطوات خطوة بخطوة ما سقطناش منها اي حاجة ولكن التجربة بقت بالفشل فما تجربوهاش اسيبكم فرعية اللي كنت معاكم سندس سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته